يبدو ان الرياح باتت تهب من جديد لتجر معها النوايا الامريكية التي كانت تتقلب بين الرغبة بالبقاء بعيدا عن اي تدخل بري في المنطقة وبين السعي لتحقيق انتصار على تنظيم متطرف بدأ يتمدد بشكل كبير فمع التمدد الكبير لتنظيم الدولة في سوريا والعراق بدأت الادارة الامريكية تعيد النظر في خطتها بمحاربة هذا السرطان لكن التصريحات الامريكية اليوم تكشف عن تناقض وصفه معلقون امريكيون بالخطير بين البيت الابيض ووزارة الدفاع الامريكية البنتاجون خاصة فيما يتعلق بالمسار العسكري في سوريا والعراق لمواجهة تنظيم الدولة تغير جوهري في الخطط الامريكية سارع البيت الابيض الى التقليل من شأنه مشددا على ان الاستراتيجية المرسومة في العراق وسوريا لم تتغير وهو ما اكده المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست عندما قال ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان قد اجازشن عمليات برية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق تناقض واضح باتت ظلاله تتسع بين البيت الابيض والبنتاجون حول توصيف الخطط الجاري الحديث عنها الامر الذي خلق جدلا واسعا في الشارع الامريكي بين المؤيدين والرافضين لارسال قوات برية الى العراق وسوريا على حد سواء بين هذا وذاك تخرج من بين سطور التناقض الامريكي خطة الراءات الثلاثة بالانجليزية نسبة الى مدينة الرقة السورية ومدينة الرماد العراقية حيث يعتبر الحديث عن تكتيف العمليات البرية بحد ذاته تعديلا جوهريا للاستراتيجية التي كانت معتمدة في السابق على استخدام القوات الجوية فقط ترجمة نانسي قنقر